اشتركوا في القناة اسلامي يعني عايشين عليهم اللبنانية بفتكر موضة العصر واجع المعدة وهالدور يلي أنت نحن سكوب اليوم لإلك تقديرا من كم يوم سي أن أن عشاشة التليفزيون بأمريكا عملت ثورة عطت تقرير لأكبر أخصائيين بالجهاز الهضمي قالوا إنه رح مقاللون شو معناتهم يعني كل الإدواء عم نخدها رح منسميهم لأنه كلهم نكسيوم قاسترميوت قلسساب باريات رابيك لانزور ومشتقاتها وأخواتها كلهم بشكل خطر موت على بني إيدا الأمر كان هايكي 25 سنة أحلى دوا هني هالإدوية وفعالة كتير هلا رح منشوف شو خطرهم إذا أخذوا بطريقة مزمنة لذلك بحب المشاهدين يتبعوا كلامي لا يستوعبوا شو بدي أقول من 25 سنة فجأة كنا نحكم من 25 سنة بالطرق القديمة هاللي رح منرجع له على كل ما بصح إلا الصحيح القديم أحلى من جديد بكل شيء ما قالك إلا قديمك الجديد ما بيدوم من 25 سنة فجأة بأمريكا وبي أوروبا اكتشفوا أول دوا لوزاك اسمه يعني بيعمل شلل بخلية المعدة لحتى ما تعد تفرز حمض شلل وفعالة كتير وعم نستعملهم وما زلنا وفينا نستعملهم ببعض الحالات لمدة وجيزة بأمريكا هالتقرير CNN عم بخوف لأنه مليار وصفة سنويا بيخدوها الأمريكان من هالأدوية لدرجة أنه بطل يروحوا على الصيدة لصهروا في السوبر ماركت بيخدوه مما كان أي دوا منها وليحكيناهم أو مشتقاتهم هي أكثر الأدوية انتشارا بالعالم لحرقة لحمد المعدي لوجع المعدي للإلتهاب الرفل اللي حكيني عنه مطولا أشبيلوري أتسترا جردة حساب هالخمسة وعشرين سنة إيرانيا بيانت أنه هالأدوية جد جد فعالة ولكن جد جد خطيرة على المدى الطويل على المدى الطويل راح منحكي شو مدى الطويل وإداي هي تنفهم لازم نشبهها بشي نشبهها بدوى الكورتزون اللي اكتشف من 75 سنة وكان ثورة بكل الطب الحديث هالكورتزون مثلا شخص معه رابو بحالة ويل براية على حالة الطوارئ ما بيصححوا إلا الكورتزون ولكن إذا أخذ الكورتزون على أشهر هو 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 شو بيعملك اشتراكات ساعتها بناخد الأدوية للربو هاللي كانت قبلا تتخص مدار هالأدوية على المجال الطويل يعني أكتر من ستة شهر لا وشو هي بما أنه هالأدوية كلها تعمل شلل بخليط المعدي تبين للعلماء أنه هالدوية اللي بناخده لحمض المعدي ما أنه هايين بفوت بالدم وبيروح بيعمل خلل وشلل بأكتر خلايا الإنسان بالقلب بيعمل هارت أتاك بمويت هارت أتاك أنا شفت حجزي ما كنت أعرف قبل ما أمريكا نشارتها من يومين بيقدر يعمل خلل بالعظم كثير الناس بيعملوا كسر بالورك ما بينعرف لاي بعدهم ما ابن ثمانين وسبعين بالخمسين بالأربعين بيعمل ضعف حاد بالكلية يعني يعني بروعت على الغسيل الكلوي وما كانوا يعرفوا لاي نعم دكتور نحن قبل ما نتابع كل هالنتائج الفتاكة لهالأدوية رح ناخد وقف كثير قصيرة ونرجع تعمل نوبات قلبية تكسير بالعضن ضعف بالكلوي وأخطر أخطر شي إذا تخزت لمدة طويلة الدماغ يصاب بهالشلل بالخلايا بيعمل خرف بكير والزايمر هاي تقرير أمريكا من أسبوعين طيب شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل عم نحكي نحن فوق الست شهر ولكن في ناس بياخدوا هالأدوية على مدة سنين بس متقطعة يعني شهرين بيوقفوا بياخدوها بطريقة مستديمة يلي عنده فتق بالمعدة والتهاب بالمريء بياخدها عطول يلي عملي ياخد أسبقار أسبيرين أسبقات لقلبه بيخدعطوا اللي بقلو عم تحمي حالك اي عم بياخد نكسيوم جاستريموت بريات كلو مثل بعضون شو لازم نعمل ما صح يعني بشو منحم حالنا لكين شو لازم لازم نبطل نصف لبعضنا ونروع عند حكيم أخصائي مولم بالموضوع لي لأنه إذا كان الواحد عنده فتق بالمعد لازم نعمل تنظير إذا الفتق في ارتداد من دوم التهاب بينعطع لجات من دوم هاد أدوية هايدي بعدين رح منحكي عنا إذا واحد عم ياخد لقلبه أو بريفانتي في حماية أو معه بشرين القلب عملي ياخد أسبيرين كمية صغيرة بجوز تعمل له نزيف وتقرحات حكينا عنا مرة لازم حكيم الجهاز الهضمي يعمل له تنظير يشوف إذا في بكتيريا إذا في بيعطي أنتبيوتيك مع هالدوية الفعالة عسل تجمع وبصحة طول ما بيعود في لزوم ياخد حماية فإذا بدنا نرجع لا حكمة الاعتيادي الصحة ولا الجراحين أخص أيين الجهاز الهضمي مسؤولين لأنه عم يستعملوا بهالدوية الفعالة مثل كأنك عمّال تقتلي عصفور بكلشانكوف أو بجفد لا بخرد أو بالتسعميلي هيكي ما بتعملي دقاء حوليها كل مرض فإذا له علاجه الخاص يعني هالأدوية اللي عم تتاخذ لك تقريبا جميع أنواع الأمراض حماية المعدة الرفلو وجع المعدة نقدر نقدر نخدهم على كل شغلة والعلاج ست أسابيع ماكسيموم ثلاث أربعة شهور وستوب بدنا نوقفهم إذا بعد في داعي لنعطي لسبب من الأسباب إلتي إذا عم ياخد أسبرين كل حياته وصححنا الالتهاب وضل في عنده في ناس عندهم معدتهم حساسة لذلك شو منعمل هذه الأدوية جد مفيدة فعالة لمدة أصيرة ما بدنا نقيمة من السوق مثل ما عملوا بالموتي اليوم وغير إدوية ما نحاش تكو أنتو الإعلاميين مش كلهم ملمين مش كلهم ملمين حضرتكو كم واحد تعرفوا قيمة الشغلة بأوروبا بأمريكا بيساوئوا دوا بعد عشرين سنة لأسباب مدية واقتصادية بيوقفوا بطل ياخدوا شيء وحده والأخصائب الجهاز الهضمي وخصوصه اللي كانوا يمارسوا قبل هالخمسة وعشرين سنة بأمريكا بأوروبا بلبنان بيعرفوا أنه كنا نحكم من دوم هالأدوية هاي دي فعالة كتير مثل الكورتزون شو بدنا نعطي مطرحة الأداب الطبية الأداب الطبية تمنعنا نعطي أسامي أدوية ما بدنا نعمل مثل ما عملوا الأمريكان والأوروبية لما نشروا الأخبار عن هالأدوية هاي النكسيوم والبريات والبيبي آي كتير منيحة تصفى كل إنسان يروح على الفرماشية أو يروح على السوبرماركت يشتري منهم كل مريض فيه إلو علاج مناسب هالأما أطي خبزك للخباز لازم المريض يروح عند أخصائب الجهاز الهضمي ملم بهالموضوع هاي دكتور ليش ما بينعطى وصفة يعني ليش ما بينجبروا أنه هالمرضة ياخدوا وصفة طبية من عند الطبيب لحتى يقدروا يشتروا هالأدوية أنا بحكي الإله والإعليم نعم يوجه له بالخير الوزير السابق أبو فعور جبر الأطباء إلنا هلأ مدي نعمل وصفة موحدة الفرماشية يعني ممنوع يعطي هالأدوية إلا برشادة بس هالأدوية بالذات ممكن نحن نروح نشتريها مثل ما تفضلت وزكارت بأمريكا عم يشترواها من السوبرماركت إلنا نعتبروها مثل الأسبرين هل اليوم ممكن نطالب بهالشي أو نقابة الأطباء نعم لازم وزير الصحة ونقيب الأطباء يطلعوا هالملف تبع السي أن أن هالأدوية يعني بموته أوكي أوكي the longer you take the most diseases you get يعني أكتر شي تختيب الفائدة فدرهم وقاية أحسن من أمطار عليش نعم بترجى المرضى اللي عم ياخدوها الأدوية يراجعوا أخصائيين بالجهاز الهضمي لحتى يشوفوا إذا ضروري ياخدو هالدواء وإذا مش ضروري بطلوا ياخدو في أدوية وعلى مدة طويلة في أدوية غير فعالة ولكن مش كورتزون فإذا مش قوام ياخدو الواحد بالدقيقة مضر لأن حمض المعدي الله خلقه ضروري للإنسان وإذا زاد معناتها فيه له سبب نحن منعالج السبب ما رح نعالج النتيجة نصبت إسلام تمي فإذا نحن منرجع منقول الله خلق المعدي في حمض لأن الحمض بيقتل الميكروبيات الحمض بيخلي الأكل ينتص الجسم تبين إذا بتوقفي يمكن إذا منوقف كمان بيرجع بيزيد بيعمل نصحة كيمة أنا لأن بعرفك كثير منيح دكتور من شنهيك أنا بدي أشكر وجودك معنا بروفيسور أندريا يسبك دايما معلومات جديدة ومفيدة ودايما بتنبهنا من مخاطر كثير كبيرة على صحتنا شكرا مرشي رانيا كلك شوحا لهون تنتهي حلقة MTV Live لليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا منا مشاهدينا مواضيع جديد تجيب جديد بحلقة بكري اللي بتبلج على الثمانية ونص صباح باي باي